اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية في بداية هذه الحلقة أحبا أقرأ لك جزء من سفر أشعية أصحاح سبعة وثلاثين فأخذ حزاقية الرسائل من يد الرسل وقرأها ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزاقية أمام الرب وصل حزاقية إلى الرب قائلا افتح يا رب عينيك وانظر واسمع كل كلام سنحاريب الذي أرسله والآن أيها الرب إلهنا إلهنا خلصنا من يده عزيزي المشاهد حزاقية وصلت له رسائل أراها أول ما أراها عمل إيه يقولك صعد إلى بيت الرب راح الهيكل أول ما أرى الرسائل ليه لأن دي رسائل مزعجة ليه لأن دي رسائل فيها تهديد ليه لأن اللي باعت الرسائل دي أقوى شخص شيطاني في ذلك الوقت مين دي رسائل جاية من سنحاريب ملك أشور رسائل تهديد رسائل مزعجة رسائل مخيفة مرعبة بتقول له لازم تستسلم الجيش بتاعنا محيط بالمدينة لو ما استسلمتش هندخل هنموت هنضمر هنعذب رسائل مخيفة إيه اللي عمله حزاقية العمل حزاقية لازم أنا أعمله ولازم أنت تعمله لما تجلنا رسائل مزعجة أو رسائل مخيفة أول ما تجلنا رسائل مخيفة نعمل إيه شوفوا عمل إيه ثم صعد إلى بيت الرب ليه راح بيت الرب وخد الرسائل معاه والرسائل في ذلك الوقت ما كانش بتتكتب على ورق زي الورق الحالي لا ده كان بتتكتب على مخطوطة كده من الجلد يكتبوا فيها يكتبوا فيها بعدين يلفوها فهو راح بيت الرب كده في خلوة يعني مع الرب وراح فتح يقولك كده الرسائل نشرها حزاقية أمام الرب وقال له الرسائل دي جايالي أنا ببعتها لك وبيقوله افتح يا رب عينيك وانصر عزيزي المشاة في أي وقت يجي لك رسالة مزعجة تقرير طبي مزعج حطه قدام الرب وقال يا رب اقرأ وتصرف كن واثق في الرب زي ما حزاقية واثق في الرب اتكل على الرب الجأ إلى الرب يعني داود كان بيقوله احبك يا رب عشان انت ملجأي عشان انت حصني علشان انت فيك احتمي عزيزي المشاهد الرب قادر ان يغير الرسائل المزعجة الرب قادر ان يغير الرسائل او التقارير المخيفة الرب قادر ان يغير حتى الاوقات والازمنة زي ما بيقول دانيال يقول كده سبح الرب الذي يغير دانيال هو بيسبح الرب سبحه لانه يغير الاوقات والازمنة من أوقات وأزمنة فيها سلطة لسنحاريب لأوقات وأزمنة سنحاريب تحت الأقدام الرب بيغير الأوقات والأزمنة أنت عليك تجيب المشاكل وترميها على الرب الرسائل المخيفة تشلها من على كتفك وترميها أمام الرب التقارير المزعجة تحطها أمام الرب الأفكار المخيفة اللي بيحربت بها إبليس تحطها قدام الرب وترجع بيتك مطمئن هنا إيه اللي حدث أول ما رجع البيت يقولك أرسل الشعية إلى حزاقية قائلا هكذا يقول الرب الذي صليت إليه من جهة سنحاريب بلك أشور عزيزي المشاهد هل فيه سنحاريب في حياتك النهاردة هل فيه قوة شيطانية مزعجة بتحربك هل فيه حاجة من إبليس مهددة سلامك أو سلام أولادك أو عملك هل فيه سنحاريب في حياتك كلم الرب عن سنحاريب يقولك هنا لما حزاقية كلم الرب عن سنحاريب جات له الرسالة إيه هكذا يقول الرب الذي صليت إليه من جهة سنحاريب ملك أشور والرب بعت رسالة إيه بأعظيمة جدا بتقول ملخزة أني أضعف إنسان في مدينة أرشاليم في مملكة حزاقية أضعف حد يحتقر ملك أشور يقولك كده أحتقارتك ابنة صهيون يعني أحتقارتك استهزأت بك شوف الرسالة يعني مش أنت حزاقية اللي هتحتقر القوة بتاعة سنحاريب أقوى قوة شيطانية في العالم في ذلك الوقت أقوى قوة على الأرض هو ملك أشور والجيش بتاعه مش أنت اللي هتحتقره ده أصغر واحد عندك يعني كأن أضعف حد في شعب الرب يقدر يحتقر ويقدر يستازق بأقوى قوة شيطانية بتهددنا وبتخوفنا ده لما نعمل إيه؟ لما نيجي للرب مصلي لما تركع أمام الرب لما تنشر التهديد أمام الرب لما تتكل على الرب لما تسق في الرب الرب يعطيك شجاعة يحررك من الخوف ويخليك قادر أن تستحطر بكل هذه الأمور المزعجة قادر أن تحتقر وأن تستاذق بكل هذه الأخبار والمزعجة والمهددة والمخيفة لأن الرب عظيم يقول كده بيقول كده الرب بيقول عن سنحاريب أردك في الطريق الذي جئت فيه عزيزي المشاد لو كان فيه آزة جاي عليك وناز بيقول لك وأخبار ابتكل على الرب قول للرب المخاوف اللي عندك انشرها أمام الرب وبكل تأكيد الرب هيعمل معاك اللي عمله معه حزاقية هيرض الشر ده في الطريق الذي جاء فيه تعال معي عزيزي المشاهد الآن إلى سفر العدد أصحاح ثلاثة لازمنا نتأمل في استعداد الشعب للرحيل من برية سيناء في برية سيناء ابتدى نظام العبادة يتأسس ومكان العبادة يتعمل خيمة بتتنقل معاهم اسمها خيمة الاجتماع ونظام العبادة يبقى لي قائد اتحدد برضو في برية سيناء هو هارون ده رئيس الكهنة وأولاده غوم الكهنة وأوعى حد يقول الرب بيحابي لهارون الرب بيحابي لموسى عشان خلى الكهنة من ناس لهارون لأن احنا شفنا فيه الحلقة اللي فاتت إن الرب أتل أبناء هارون من الأربعة أتل اتنين ليه لأنهم خدموا الرب ما التزموش بتعليمات الرب يبقى الرب مش عنده محاباة لا فيه حكمة إلهية فيه حكمة إلهية وراء كل قرار إلهي ولازم أنا وإنت نصق فيه حكمة الرب أحيانا أنا ماش فاهميت فالرب يقول لنا إيه لست تفهم ما أنا فاعله الآن زي ما قال لي بطرس ستفهم فيما بعد أحيانا ما تبقاش فاهم ليه حصل كده لو أنت مش فاهم وحايز تفهم حط الموضوع قدام الرب وقول لي يا رب فاهمني وفي الوقت المناسب الروح القدس اللي هو روح الفهم روح المعارفة الروح القدس هاي فاهمك بس إمت فيما بعد يعني إمت في الوقت المناسب عزيزي المشاهد إيه اللي تقال عن الكهنة هنا خلاص بيه عندنا الكهنة ها اللي هم أولاة هارون هيعملوا إيه هيقودوا العبادة هيقودوا عبادة الشعب داخل خيمة الاجتماع تقديم الزباح إلى آخره بيقول الكتاب أنه يقول لك هزي أسماء بني هارون الكهنة الممسوحين يبقى هنا الكائن فيه شرط أساسه أنه تمسح يتمسح فيه دهن الرب قال يتعمل بطريقة معينة يتمسح الرب قال لموسى امسح هؤلاء بس المسحة عموما بتتكلم فيه الكتاب المقدس عن الروح القدس وكل المؤمنين ممسوحين لكم مسحة من القدوس لكم مسحة من القدوس تعلمكم كل شيء يبقى أنا هو الكهنة بيتكلمه عن ايه؟ الكهنة بيتكلمه عن العبادة والعبادة في العهد الجديد هما الكهنة كانوا بيدخلوا يعبدوا فين؟ كانوا بيدخلوا خيبت الاجتماع يدخل من الباب الأولاني وبعدين يلاقي المزبح يقدم الزبائح الحيوانات المزبوحة تتدبح ويقدمها على المزبح المحرق قد يدخل بقى في الحتة اللي هيعبد فيها الرب اللي هي اسمها القدس ده اللي كان في العهد القديم بقى الشعب ما يقدرش يدخل القدس ليه؟ عشان احنا في العهد القديم العهد الجديد بقى في العهد القديم ناس معينة هي الكهنة طيب في العهد الجديد لا في العهد الجديد التعليم كلنا ملوك وكهنة جعلنا ملوكا وكهنة كل المؤمنين ملوك وكهنة وده واضح فيه رسالة بطس الرسول الأولى شيء واضح ان فيه ان كل المؤمنين كهنة طيب الكهنة زمان كانوا بدخلوا القدس بس القدس الأرضي المعمول في مكان على الأرض اسمه خيمة الاجتماع وبعد كده اتعمل مكان في قرشليم جوه هيكل سليمان أما أنا وإنت المؤمنين اللي اتغسلوا بالدم السمين كان احنا كلنا كان لنا ان احنا ندخل بقى مش القدس الأرضي تقول لي ايه اقولك ندخل القدس اللي فوق في السماء اللي القدس الأرضي رمز اليه بلينا ان احنا ندخل قدس الأقداس اللي في السماء امتى ندخل ده لما في اي وقت عايزين نصلي لنا الحق ان احنا ندخل الى قدس الأقداس السماوي مش الأرضي شوف الامتياز شوف النقلة من كان بدخل القدس الأرضي الى كان احنا بندخل القدس السماوي في شاهد بيقول كده نعم في شاهد ايه الشاهد الرسالة الى العبرانين والآية دي من الآيات اللي لازم تتحفظ وما تتنسيش أبدا هذه الآية اللي بتقول إذ لنا أيها الإخوة يعني لنا أيها الإخوة شوف لنا بالجمع ثقة لنا ايه ثقة وكلمة ثقة تيجي كمان بمعنى دالة لنا الثقة لنا ثقة ايه بالدخول الى الأقداس اللي فين لما تقرأ الرسالة الى العبرانين بيتكلم عن الأقداس اللي في السماء فهي مثلا في الأصاحة اللي قبله اللي هي إلى السماء عينها اللي هي قدس الأقداس اللي في اللي في السماء فوق فهنا بيقول لنا ثقة بالدخول الى الأقداس بدم يسوع ايه بقى بدم يسوع الكانة كانوا قلتلك قبل ما يدخلوا للقدس كانوا بيمروا على المسبح وفي زباح وفي دم بس ندم حيوانات لما أنا بإيماني بدم المسيح أقدر أدخل كاكاهن إلى القدس الأرضي لا إلى القدس السماء بل إلى قدس الأقداس لش كده قال الأقداس بالجمع ما قالش القدس إلى الأقداس إذ لنا ثقة اسمع الآية إذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوه عزيزي المشاهد هل عندك ثقة أنك أنت كاهن النهاردة وتقدر تدخل إلى القدس السماوي في أي وقت تصلي هل عندك هذه الثقة هل تصق في دم المسيح هل تصق أن دم المسيح سفك من أجلك هل تصق أن دم المسيح سفك وبإيمانك بالدم غفرت خطاياك وتبررت هل تصق أنك أنت تبررت أمام الله بسبب إيمانك بالدم وعشان تبررت بإليك الحق أنك تدخل إلى الأقداس ولما أدخل ككان أدخل أعمل إيه زي كانت العهد القديم كانوا بدخلوا يصلوا عندهم بيرفعوا صلاة بيعبر عنها بطريقة رمزية في العهد القديم ده عهد الرموز خلي بالك العهد الجديد عهد الحقاق الرمز أنهم كانوا بيقدموا بخور لله على مسبح اسمه مسبح البخور ده فين في القدس أنا النهاردة بقدم بقى بقدم زباح التزبيح وأنا في القدس السماوي بصلي بأمارس بأمارس مهامي ككاهن وعشان أنا كائن لازم أبى ممسوح الممسوحين يبقى ده أول حاجة في الكهنة ممسوحة بأسرق أن أنا بعبود الرب بالروح روح القدس جوايا وأنا جوا القدس بصلي وأصلي بالروح زي ما بيقول بوليس وأرنم بالروح وأصلي بالزهن كمان بس الروح مهم جدا 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 أني لما آجي أصلي أبواسق أن الروح وقوده زي ما بتقول رسالة روميا وأنا بصلي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها أثناء الصلاة زي ما بتقول رسالة روميا إيه با دي الممسوحين الذين ملأ أيديهم للكهانة أو يعني للعمل الكهانوتي ملأ أيديهم شوف التعبير ملأ أيديهم وكلمة ملأ أيديهم دي تلاقيها أحيانا تترجم الذين تكرسوا لأن كلمة تكريس في اللغة العبرية تعني ملء الإيد تقول لي يعني إيه ملأ أيديهم يعني كانوا ياخدوا الزبيحة كده نعم كأنا ده لما لما اتعينوا كأنا وتكرسوا كأنا ويمسكوا الزباح في إيديهم يملوا إيديهم منها فهنا ده معنى التكريس التكريس معناها تخصيص حياة للرب لأن أنا مليان بإيه بالصليب بموت الرب من أجلي دي حاجة ما سكها مليت إيدي منها باعتمد عليها في كل أموري إن أنا أدخل إلى القدس هم هيدخلوا إلى القدس إزاي بالزبيحة اللي ما سكنا في إيديهم أنا مكرس للرب مخصص لازم كل المؤمنين لازم يعيشوا للرب لكل المؤمنين إن حياتهم تبقى للرب ليه؟ أن الرب اشترانا لأننا نحن بقينا ملكه وكمان لأن محبته بتجعلنا لا نعيش لأنفسنا نعيش للذي مات لأجلنا وقام زي ما الرسول البوليس قال للمؤمنين في كورنسوس فده معنى التكريس بس عشان يبقى التكريس حقيقي لازم أبى مالي إيدي بالزبيحة بتاعت الصليب في إيدي في إيدي بمعنى إيه؟ إن أنا إن أنا بعتمد عليها في دخولي إلى القدس السماوي هي بتقول لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم المسيح ومعنى كمان إن أنا مقدر موت المسيح على الصليب زبيحة من أجلي زي ما قال له بوليس كده قال عنه الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي عزيزي المشاد هل بتقول كده من قلبك عن الرب أنه أحبني وأسلم نفسه لأجلي أسلم نفسه إيه؟ زبيحة لأجلي زبيحة يعني موت على الصليب كفاري وهو كفارة عن خطيان هو ده اللي بيخليني أعبد الرب هو ده اللي بيخليني أشكر الرب هو ده اللي بيخليني أسبح الرب الممسوحين الذين ملأ أيديهم يعني أديهم اتملت بالزبيحة حاجة تانية عايزة أقولها أني بعد ما يتكلم عن الكهنة ده يخلص في آية يعني خدت من آية واحد لآية أربعة حاجة تانية عن الكهنة ابتدأ يتكلم عن اللاويين واللاويين دي عبارة عن ناس بتخدم وليس ناس بتدخل إلى القدس اللاويين ناس بتخدم بتغنم إيه؟ بتغنم في خيمة الاجتماع مجغولة بكل أمور خيمة الاجتماع والحديث عن اللاويين طويل الحديث عن الكهنة صغيل لكن الحديث عن الكهنة يأتي أولا يعني قبل ما التعليمات الشعب هيتحركها من برية السناء زي ما قلت لك اتنظم وشرحنا التنظيم بتاعه وقلنا أنه في عبادة منظمة لأن إلهنا إله إيه؟ لا ليس إله التشويش زي ما بتقول رسالة كونسوس الأولى ولأن كل حاجة تبقى بالياقة يعني تليق بالعبادة عبادة الإله القدوس وتليق بينا كمؤمنين بيحبوا الرب وبترتيب لأنه ما فيه نظام فالنظام أنه اللي بيهتم بخدمة أو بحماية أو يحرصوا ويحفظوا مكان العبادة دول اللويين اللي فوقيهم هم الكاهرة والكاهرة دولهم إيه؟ عبادة عبادة دول دولهم خدمة تقول لي إيه المعنى؟ أقول لك ده قبل ده العبادة قبل الخدمة قادر رسالة يعني أنت عايز هو المؤمن في العهد الجديد هو لاوي وكاهن في العهد القديم كان الكاهن لدور واللاوي لدور ده في العهد القديم الكاهن في العبادة واللاوي في الخدمة طيب في العهد الجديد أنا في العهد الجديد ال كان بتالعادة الدين بيتكلم عني بيرمز لي واللاوي بيرمز لي لازم أخدم الرب لازم أخدم في الكنيسة لازم يمبليك دور لازم أبع شخص فعال أساهم في أي حاجة الرب يقودني ليا لكن قبل ما أبع لاوي شوف الترتيب لازم أبع كهد يعني قبل ما مثلا أنا بوعظ قبل ما أوعظ لازم أعبد الرب وأعط مع الرب مهم جدا 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 أني عبادتي للرب أو خلوتي مع الرب أو علاقتي الخاصة مع الرب تسبق خدمتي للرب في الناس يعني قبل ما أروح أخدم واحد مريض وقف معاه لازم أكون وأعدت مع الرب لازم أبكاهن مع الرب أبلاوي مع هذا المؤمن المريض أو مع هذا الخاطئ اللي أنا عايز أجيبه يحضر اجتماع في كرازة عزيزي المشاهد لا تنسى أن العبادة والشركة الخاصة اللي بيني وبين الرب تسبق خدمتي لي إلى اللقاء في الحلقة القادمة الرب معك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينون الآن هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند التلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها رسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة كمهورية مصر العربية أو ريفرزوف لايف P.O. Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012 2 500 77 88 وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniell.org الرب معكم وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية